في المكان ده عبدالله انا على المستوى الشخص اتمنى جدا ان عبدالله يوحناد الزمالك ويختن في نادي الزمالك عبدالله غير الكرة هو شخصية يعني يقدر يفرط شخصيته كمان في نادي الزمالك ان رجل جريء وعاوز كلمت معاه في موضوع الزمالك الفترة اللي انا كنت موجود فيها معايشة معاهم من غير كلام صريح على الحالة اللي هو موجود فيها لا هو كانت الزروف اللي موجودة نفسه ان هو يتوافق ان هو يتنقل النادي الزمالك علشان هو عاوز يقدم حاجة ويختم بشكل كويس وياخد بطولة وفي نفس الوقت مش موضوع ان هو عاوز يوحناك علشان بقى الشعبية والجماهير ويرد على النادي الاهلي بسبب ان هو اتنقل لبرامدز علشان عبدالله زي ولك هو شخصية وشايف نفسه ان هو في نادي الزمالك هيعمل بصمة واما جي برامدز عدم مكسب البطولات في برامدز برضو في الاخر ما ضفلوش حاجة كابتن علاج يعني هو من أهم اللعبة اللي موجودة هناك وهو اللي بيحل كل حاجة في الماتشاط واداءه ثابت ولكن برضو عدم احراز البطولات دي بالنسبة له ما تعودش على كده ولكن لما يروح نادي الزمالك هيبقى عنده فرصة كويسة جدا انه يعمل قاعدة جماهيرية كبيرة جدا من نادي الزمالك بالجماهير الكبيرة اللي موجودة وفي نفس الوقت انه هو حق بطولة وده مهم لعبدالله الفترة دي لان الفترة الاخيرة او المرحلة اخيرة في لعب عبدالله في الملاعب لازم يبقى انها بشكل كويس اعتقد ان لو ضغط شوية ونادي الزمالك ابتدى يخش بكوة جدا الفترة الجاية مع ادارة براميز ممكن بشكل كبير انه يبقى موجود في الزمالك الفترة الجاية وده هيبقى نادي الزمالك من اهم الصفقات في العشر وعشرين سنة اللي فاتر طيب كابتن علاء كابتن عبدالمنصر